خرج النجم الصعيد للمنتخب الجزائري محمد الأمين عمورة عن المألوف وأطلق التصريحات نارية يومين فقط قبل انطلاق كاسمم أفريقيا بكوديفوار وقال عمورة إنه يسعى للانتقام من الدورة الماضية التي أقيمت في الكاميرون والتي لم يشيك فيها عمورة وظل في الاحتياط طيلة المباريات التي خاضها أشبال جمال بالماضي الذي قال عنه حينها عمورة مازال صغير موضحا أن لديه نية الثأر الشخصي بعدما خرج الخضر من الدور الأول على الرغم من أنهم كانوا حاملين لقب ويريد عمورة إثبات نفسه مع المنتخب الوطني وتحقيق نتائج جيدة تنسيهم في عام 2022 الذي كان سيئا بالنسبة لكرة القدم الجزائرية بعد الإقصاء أيضا من تصفيات كأس العالم وعن اجتهاده ووصوله للعب في أوروبا قال عمورة في حواره لموقع السوفوت منذ أن كنت في وفاق ستيف كان هدفي هو الوصول إلى أوروبا في وقت قصير جدا كنت أعلم أنه بمجرد وصولي إلى أوروبا ستفتح الأبواب من تلقاء نفسها مضيفا قبل أربع سنوات لم أكن شيئا في عالم كرة القدم واليوم ألعب مع رياض محرز وتابع محمد أمين عمورة بعد المباريات التي خضتها هذا الموسم مع سانجلواز في البطولة وكاس أوروبا أعتبر نفسي جاهزا لكان كوديفوار بالتوفيق لابن جيجل محمد الأمين عمورة وللمنتخب الوطني الجزائري ترجمة نانسي قنقر